افتتحت محافظة دميات منال عوض الدورة الثالثة من معرض الكتاب بمدينة رأس البر والمقام على مساحة ألف متر مربع وتستمر فعالياته حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري وأشرت منال عوض إلى أهمية إقامة تلك المعارض خاصة بالمدن الساحلية وذلك نظرا لتردد عدد كبير من الزائرين خلال فصل الصيف لافتة إلى أن المحافظة ووزارة الثقافة حققتا خطوات كبيرة لتنفيذ سلسلة دورات من المعرض كما أكدت منال عوض أن أدوات القوى النعيمة تعد أحد أهم العناصر في الحفاظ على الهوية الثقافية وتشكيل الوعي والفكر الإبداعي لدى أطياف المجتمع ده بيوفر للزائر الرأس البر من كل المحافظات ومن كل الفئات أنه هو يكون بيقرأ ويوفر له المعرفة والثقافة بنشكر كمان دار الكتاب عاملين النهاردة معرض كبير على مساحة ألف متر فيه عندنا حوالي 27 دار نشر موجودة كمان بالإضافة إلى فيه حفلة فيه مهرجان اسمه صيف بلدنا معمول بأنه برضو كم سنة بنعمله في المصايف إن شاء الله النهاردة فيه حفلة وفيه بعض الفرق اللي موجودة معنا فرق الشعبية اللي موجودة في راس البر علشان نمتع المصطفين والرواد راس البر البرنامج اللي بيركز على محافظات بحري في الصيف وخصوصاً للمحافظات السحلية وعلى محافظات الصعيد في الشيطة واللي بيكمل كل سنة أكتر من مئة معرض كتير منهم بمشاركة النشرين وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة المعرض السنة دي بيتميز بأنه بيطرح ضمن مبادرة ثقافة الكتابك الكتب الأرخص سعراً والأعلى جودة اللي بيشارك فيها قطاعات وزارة الثقافة وكتبها لا تزيد عن 20 جنيه بالإضافة للتعاون مع هيئة قصور الثقافة اللي بتقدم برنامج صغيف بلدنا ببرنامج فني متنوع لجمهور المعرض احنا مستمرين إن شاء الله لغاية نهاية شهر أغسطس في جميع المواقع اللي أنا سبق وذكرتها إن شاء الله كل عام بنضيف مواقع أخرى مواقع جديدة بيتم اعتماد فرق فنية جديدة بتشارك معنا أعتقد إن الحمد لله المستوى الفني نسبة القبول من قبل الجماهير كبير وجيد إن شاء الله بنتمنى كل الخير للهيئة لعمل أغسطس الثقافة والفرقنا الفنية وعندنا دلوقتي بدأت المشاركات الخارجية بعد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا بدأت الفرق الفنية التابعة للهيئة تشارك في مغرجنات دولية الحمد لله دائماً وأبداً وزارة الثقافة بتشتغل قطاعاتها كلها مع بعض يعني إحنا عندنا إلى جوار الفعاليات اللي بتتم في معرض الكتاب عندنا الفعاليات أيضاً هي صيف بلدنا وكان عندنا النهاردة فرق فنية من مختلف المحافظات في الجمهورية بتشارك في صيف بلدنا للمصطفين على هامش معرض الكتاب